بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد ثم الصلاة والسلام على النبي الكريم صاحب الخلق القويم المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أيها الإخوة جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان راكبا ناقته فأسقط الصوت سقط الصوت أو العقال سقط فنزل رضي الله تعالى عنه وبركت الناقة ثم أخذ الصوت وكان أحدهم يريد أن يأتي بهذا العقال أو الصوت ولم يرضى فاستغربوا ليش ما أخذ العقال وعطيك إيارك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يعظمون أصحاب رسول الله هو في المدينة المنورة ثم صعد ركب الناقة فقامت الناقة ثم قال لهذا الرجل قال يا هذا أما أني لم أسألك رغبة عنك ولكني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أسأل الناس شيئا نعم أيها الإخوة الاستغناء عن الناس الاستغناء بالله عن الناس هذا هو حقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى بأن لا تسأل الناس شيئا بأن تفر إلى الله لذلك الله سبحانه وتعالى في زورة الذاريات يقول ففروا إلى الله فروا إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى كل من تخشى تفر منه إلا الله تفر إليه تتوكل على الله فتوكل على الحي الذي لا يموت حقيقة التوكل على الله أيها الإخوة تكون بعدن سؤال الناس بالاستغناء عنه بالاستغناء بالله عن الناس حديث عظيم يقوله لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجازم به واحبب من شئت فإنك مفارقه واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس تريد العزة استغني عن الناس تريد أن يكون الله معك استغني عن الناس لا تسأل الناس شيئا وذلك أيها الإخوة حينما يحسن إليك الناس يكرمك الناس يستعبدك الإحسان إن كنت كريما أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه لا يعقل أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا وأوصى صحابه بأن لا يسأل الناس شيئا ففي حديث آخر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ولا تسأل الناس شيئا فلقد كان بعض أولئك النفر أيها الإخوة من الناس يسألون الناس حتى الآن ظاهرة غريبة ظاهرة التسول هذه فيها ضعف وعدم توكل على الله عز وجل خصوصا تجد شابا صلتا ثم يبدأ يسأل الناس أو يأخذ من الناس لعطيات لماذا لا تقم أنت بخدمة نفسك وتتوكل على الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون الرزق كله من الله تبارك وتعالى لكن وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فلا يعقل بأبسط الأمور أيها الإخوة بأبسط الأمور تبدأ تسأل الناس حتى وصل رقم مستشفى دور صافين دور ثم يبدأ يسأل يدور واسطة يدخل قبل الآخر في مستشفى في أبسط الأمور أمور تافهة أيها الإخوة تبدأ تسأل الناس في كل شيء يجب أيها الإخوة أن يكون في وجيهنا دم في وجوهنا ماء ولله در الشافعي حين قال فلا ذا يراني واقفا في طريقه ولا ذا يراني قاعدا عند بابه غني بلا مال عن الناس كلهم وليس الغنى إلا عن الشيء لا به استغني عن الشيء لا تستغني بالشيء استغني بالله تبارك وتعالى وحده ولعلنا أيها الإخوة نذكر قصة عظيمة ومواقف عظيمة وتوجيهات بعد هذا الفاصل القصير فلا تذهبوا بعيدا الحمد لله عدنا إليكم تحدثنا قبل الفاصل عن من يسألون الناس استكثارا من يسألون الناس وهم قادرين على أن لا يسألوا الناس وفيه حديث مروع كما صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الحديث المتفقي عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم لا في وجه الدم لا في وجه مال ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل منه أو يستكثر أن تسأل الناس جمرا وهذه ظاهرة انتشرت مع الأسف الشديد فيجب على المؤمن أن يرتدع وأن يعلم أن الآخرة خير وأبقى هناك قصة عجيبة نرويها لمن ضعفت نفوسهم في سؤال الناس والاستكثار من سؤال الناس وعدم الاستغناء بالله هشام بن عبد الملك ابن مروان بن الحكم الخليفة الأموي وكان أميرا للمؤمنين عظيم وكانت الدولة بقوتها وعزتها فذهب وهو في الكعبة في جوار الكعبة رأى سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهم فقال لسالم يا سالم اسألني شيئا أتريد شيئا تبي شيء آمرني قال له إني أستحي أن أسأل أحدا وأنا في بيت الله تبارك وتعالى ما أسأل أحد وهذا خليفة المسلمين فتركه ثم خرجوا من الكعب قال له الآن خرجنا من الحرم فاسألني يا سالم قال أسألك من الآخرة أم من الدنيا قال لا بل من الدنيا الآخرة لله تبارك وتعالى اسمع إلى كلمة سالم رضي الله تعالى قال ما سألت الدنيا ممن يملكها أفأسألها ممن لا يملكها أنا الدنيا لم أدعو الله عز وجل في أمر من أمور الدنيا الله وهو من يملك الدنيا أدعوك أنت وأسألك أنت في أمر من أمور الدنيا انظر إلى عزة هذا المؤمن واستغناءه عن الناس بالله تبارك وتعالى فلذلك أيها الإخوة فلنحرص على العز عزة النفس والاستغناء هذه لا تذهب لا يكون وجهك رخيصا في استعراضي عند الناس بل كن عظيما بالله تبارك وتعالى عزيزا به اسمع إلى هذا الحديث الأنصار أكثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعطيهم صلى الله عليه وسلم يعطيهم حتى نافذ ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي هو وأمي ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحدا عطاء وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر الاستغناء أيها الإخوة إن استغنيت بالله يغنيك الله إن استعففت يعفك الله تبارك وتعالى فعلينا أيها الإخوة أن نستغني بالله تبارك وتعالى ولا نسأل الناس شيئاً ومن يتوكل على الله فهو حسبه تبارك وتعالى فكل من المتوكلين على الله تبارك وتعالى وإذا نزلت بك فاقة كما صح عن نبي صلى الله عليه وسلم فتوجه إلى الله يسد الله فاقتك تتوجه إلى الناس يكلك الله إلى الناس لذلك من أعظم العبادات التوجه إلى الله والاستغناء به فقدناها وهجرناها في كثير من الأحوال إلا من رحم الله فنذكر أنفسنا وإياكم بالاستغناء بالله والتوكل عليه والحرص كل الحرص على عدم الاكثار من سؤال الناس في أفسط الأمور إلا من ليس فيه بد ضرورات فكل ميسر لما خلق له بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة ورفعنا الله تبارك وتعالى بالاستغناء به وأسأل الله أن لا يحوجنا إلى غيره تبارك وتعالى هذا ما تيسر اليوم ولعلنا نلتقي بكم في حلقة أخرى من برنامجكم هدايات الإيمانية والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة